أعلن وزير النقل الهندي أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج العمال أو 41 عاملاً كانوا عالقين في نفق منهار في منطقة الهيمالايا وذلك بعد عملية امتدت لـ 17 يوماً وعبر الوزير في بيان عن ارتياحه الكبير لنجاح عمليات إنقاذ العمال الذين كانوا محاصرين في نفق سيلكيارا مضيفاً أن العملية نجحت بفضل جهود منسقة من عدة مصالح في واحدة من أهم عمليات الإنقاذ في السنوات الأخيرة ومنذ انهيار النفق في الثاني عشر من نوام بيرالجاري شهدت جهود الإنقاذ عدة تعقيدات وتباطأت بسبب انهيارات محدودة وأعطال متتالية أصابت آلات الحفر المستخدمة في عمليات الإنقاذ وطيلة الفترة التي كانوا محاصرين فيها تم توفير الأكسجين والغذاء والمياه للعمال عبر أنبوب ضيق أدخلت من خلاله كاميرا سمحت الثلاثاء الماضي لأسرهم برؤيتهم للمرة الأولى منذ انهيار النفق ويعد نفق سلكيارا جزءا من مشروع الطريق السريع شاردام المصممي لتحسين الاتصال مع أربعة من أهم المواقع الهندوسية في البلاد وأيضا مع المناطق الحدودية في الصين